أحد المسلمين الغربيين سأله المذيع كيف أسلمت؟ فأجاب قائلا كنت وزوجتي في سياحة عام 1993 إلى تركيا وتهت في إحدى القرى فسألت أحد المارين هل تعرف هذا العنوان؟ فأجاب لا يوجد هنا فندق تفضل معي إلى البيت فذهبنا معه فأوصلنا إلى بيته فدخلنا غرفة والجو ظلام وجدنا خمسة أطفال وشيخين مسنين ثم قدم لنا عشاء بسيطا ومتواضعا فأكلنا ثم قال نم هنا أنت وزوجتك وأنا وأهلي سننام في الغرفة الأخرى فنمنا وفي الصباح الباكر أردت أن أقدم له الشكر فخرجت من الغرفة وإذا بي لا أجد غيرها هي كل البيت فبحثت عن الرجل فإذا به نائم تحت شجرة مع أسرته والبرد شديد فبكيت وزوجتي من هذا الموقف ثم سألت صاحب الغرفة لماذا فعلتم هذا معنا؟ هذا تصرف لم نجد مثله في حياتنا أبدا فقال لنا إن الإسلام أمرنا بذلك فقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حينها قلت لزوجتي إذن هذا هو الإسلام وليس الإسلام الذي نسمع عنه فقلت لصاحب المنزل أو الغرفة كيف أعرف الإسلام؟ قال تأخذ ترجمة القرآن والسنة وستعرفه فذهبت واشتريت ما قال وجلست شهرين أقرأ ترجمة القرآن وبعد القراءة حدث لنا ذهول كبير من حضارة تقيم مجتمعا مثاليا لا نظير له وحياة سعيدة ناجحة بلا مشاكل يحتاج إليها العالم هذه الأيام فأعلنت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والحمد لله أخذت على عاتقي أن أبلغ الإسلام وقد أسلم على يدي أكثر من ألف والآن أبني مركزا إسلاميا في رومانيا وأملي أن أنشر الإسلام في العالم كله ما أسهل أن ننشر الإسلام بأخلاقنا فهو أبلغ أثرا من أي وسيلة أخرى بخلق واحد وهو إكرام الضيف كم سيكسب هذا الرجل من أجر ممن كان سببا في إسلامهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير في لفة عصفة شديدة البرودة كان هناك طبيب شاب ساهرا في طوارئ إحدى المستشفيات الصغيرة وفجأة دخلت عليه سيدة كبيرة في العمر تبدو عليها مظاهر الإجهاد والمرض ويظهر من ملابسها وهيئتها حالتها المادية البسيطة وكان معها شاب في الثلاثين من عمره يبدو عليه هو الآخر علامات التعب وقلة النوم اقترب الطبيب من المريضة وسألها عما يؤلمها فأجابته بصوت متعب أعتقد أن السكر والضغط مرتفعان ابتسم لها الطبيب في هدوء وبدأ الكشف عليها بهذه الأثناء رن هاتف الشاب فخرج من غرفة الكشف معتدرا بأدب حتى يجيب على الهاتف وبعد دقائق معدودة عاد إلى الغرفة وعيونه تمتلئ بالدموع دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم سأل الطبيب باهتمام عن حالة المريضة فأخبره الطبيب أنها بحاجة ضرورية إلى الأنسلين وهو غير متوفر في المستشفى فقال الشاب سوف أحضره حالا من الصيدرية فقالت له السيدة ولكن البرد قارص بالخارج يا بني لا أريدك أن تتعذب يكفي ما قمت به من أجلي حتى الآن أجابها الشاب بلا تفكير المهم سلامتك وعندما انصرف الشاب قال لها الطبيب إن من واجبه رعايتك فأنت أمه أجابته السيدة أنا لست أمة لقد كنت آتية إلى هنا في هذا الجو البارد سيرا على قدمي حتى أوفر ثمن المواصلات فتوقف هذا الشاب جانبي بسيارته وعرض علي أن يقوم بتوصيري إلى المكان الذي أريده وهو يذهب ليحضر الدواء ويدفع ثمنه من جيبه الخاص وبعد مرور دقائق معدودة عاد الشاب ومعه الأنسلين ومن جديد رن هاتفه فخرج ليجيب ثم عاد هذه المرة وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يردد الحمد لله الحمد لله أشكرك يا رب اقترب الطبيب منه وسأله ما الموضوع؟ لقد خرجت في المرة الأولى لترد على الهاتف ثم عدت حزينا كأيبة ولكنك في هذه المرة أراك مسرورا قال الشاب أنا أعمل في هذه المدينة بينما زوجتي تعيش في بيتنا في مدينة أخرى وهي حامل بعد سبع سنوات من الزواج واليوم هو يوم ولادتها وقد نزفت دماء كثيرة وفي الاتصال الأول أخبروني أن حالتها خطيرة وتحتاج إلى دم ولا يوجد من فصيلة دمها في المستشفى وخلال طريقي إلى الصيدلية لأقوم بإحضار الأنسلين دعوت الله عز وجل وتوسلت إليه وأنا أبكي كي ينجيها وينجي المولود القادم وفي الاتصال الثاني بعدما عدت بالأنسلين أخبروني أن ثلاثة أشخاص الغرباء من جمعية التبرع بالدم دخلوا فجأة ومعهم أكياس دم للتبرع للمستشفى من جميع الفصائل والحمد لله تم إنقاذ زوجتي وابني وهم الآن بصحة تامة والحمد لله قال الطبيب والدموع تنساب من عينيه الخير الذي فعلته مع هذه السيدة عاد إليك بالخير وبأسرع مما تتوقع وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون دخلت سيدة إلى محل ملابس فاخر لتشتري لأبنائها ملابس العيد ولاحظت أن شابا في الثلاثين من عمره يبدو عليه الفقر والحاجة يقف وينظر إلى الملابس خارج المحل عبر الزجاج ومعه طفله الصغير فنادت عليهما وطلبت منهما الدخول للمحل ثم طلبت من الأب أن يختار لابنه ما يحب من الملابس فنظر الأب باستحياء إلى ملابس الأطفال الذي أمامه وأطال النظر إلى نوع معين دون أن يتكلم فقامت السيدة بطلب قطعتين وأعطتهما للطفل وظلت جالسة تشاهد فرحته وضحكه مع أبيه شكر الأب الفقير السيدة شكرا كثيرا وخرج من المحل متوجها إلى بيته وهو في سعادة لا توصف وبعدما انتهت السيدة من التسوق ذهبت لتستلم فاتورة الحساب ففجأت بأن الفاتورة فارغة ومكتوب فيها من صاحب المحل نحن لا نمتلك آلة حسابية تستطيع حساب ثمن الإنسانية في نفس اليوم وبعد أن عاد الأب الشاب إلى بيته سعيدا قرر أن يقوم بعمل قدر استطاعته يسعد به الآخرين فكان يملأ زجاجات كثيرة بالماء المثلج وينتظر أمام محطة قطار الثانية والنصف ظهرا والحرارة مرتفعة ثم يصعد بالقطار حاملا زجاجات المياه الباردة ويقول للركاب وهو يتصبب عرقا من يريد أن يشرب ماء بلا ثمن ثم يسير ويوزع على كل الناس زجاجات وهو يبتسم وهكذا في كل عربات القطار ثم يعود ليأخذ الزجاجات الفارغة أو ما يتبقى فيها وعندما سأله أحد الركاب وكان يبدو من هيئته أنه صاحب منصب أو تجارة لماذا تفعل ذلك؟ فقال بالحرف الواحد أنا موظف بسيط وأجري لا يكفيني وأسرتي ولا أستطيع أن أتصدق بأي شيء إلا الماء فأضع في ثلاجتي كل يوم خمسين زجاجة وأحملها عند ذهابي لعملي وأوزعها بقطار ثانية والنصف فقد علمت أنه كلما زادت الصدقة زاد الرزق فابتسم له الراكب وأعطاه رقم هاتفه وقال له سأنتظر اتصالك على هذا الرقم لقد عينتك محاسبا في شركتي بأضعاف راتبك لأنك ستكون أمينا على مالي وستراعي الله وتراقبه في كل تصرفاتك شعر الأب بفرحة شديدة وحي الراكب ودعا له بالتوفيق وعاد إلى بيته في سعادة لا توصف قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رجل فقير يعمل عامل نظافة تمنى وهو صغير أن يلتحق بالمدرسة ويحظى بقدر من التعليم ولكن لظروف أسرته لم يلتحق بالمدرسة وتعلم القراءة والكتابة باجتهاده كما حفظ أجزاء كثيرة من القرآن وبعد زواجه رزق بطفلة جميلة وبعد عامين رزق بطفلة أخرى فخشيت زوجته أن يكون قد حزن لإنجابها البنات فابتسم وقال لها أنا لست جاهلا وأحفظ الكثير من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وقد تأثرت قبل زواجي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من سعته وطاقته كن له حجابا من النار يوم القيامة لذلك أحب طفلتاي وأتمنى ثالثة لم يخبر هذا العامل المجتهد ابنتيه عن وظيفته حيث لم يريدهما يوما أن يشعر بالخجل بسببه أو ينظر الناس إليهما باحتقار كما يفعلوا معه ويهينوه دائما بل أرادهما يقفان أمام الناس بكل كرامة واعتزاز وكلما سألته إحداهما عن عمله كان يخبرها أنه مجرد عامل يدوي وكان قبل أن يعود لمنزله يوميا يستحم في أحد الحمامات العامة حتى لا تعرف ابنتاه ماذا كان يفعل مرت الأيام ورزق العامل بالابنة الثالثة ففرح بها كثيرا وقرر إرسالهن للمدارس التي حنو بها وحرم نفسه من الملابس والطعام الشهي وكل المتع من أجل تعليمهن وبعد أعوام وفي اليوم السابق لموعد تقديم ابنته الكبرى للجامعة لم يتمكن من توفير رسوم قبول جامعتها ولم يستطع العمل في ذلك اليوم حيث جرس حزينا بجوار القمامة محاولا أن يخفي دموعه فنظر إليه زملائه ولكن لم يقترب منه أي منهم أو حاول الكلام معه لقد شعر بأنه فشل في تحقيق حلم ابنته بدخول الجامعة وانكسر قلبه ولا يعلم كيف سيواجه ابنته اليوم وكيف سيجيبها عندما تسأله عن تلك النقود بمجرد دخوله المنزل فدخل أحد المساجد وصلى ركعتين ودع الله كثيرا وقال يا رب لقد ولدت فقيرا وحاول الناس إقناعي بأنه لا يمكن لشيء جيد أن يحدث لفقير وخصوصا كحالتي ولكنني لم أقتنع وقلت لهم أن كل شيء بيد الله وهو وحده من يقول للشيء كن فيكون فيارب لا تخزني في بناتي وساعدني في تحقيق أحلامهن وبعد خروجه من المسجد وجد زملاءه ينتظرونه وسألوه هل تعتبرنا إخوة لك وقبل أن يجيبهم وجدهم يعطونه أجر عملهم الأسبوعي وعندما حاول الرفض قالوا له سنجوع أسبوعا إذا تطلب الأمر لكن لابد أن تذهب ابنتنا إلى الجامعة إن همر العامل في البكاء ولم يستطع الرفض وفي ذلك اليوم لم يذهب إلى الحمام للاستحمام كعادته قبل العودة إلى المنزل لقد نسي من فرحته ورجع متسخا وفوجئ ببناته يسرعن إليه ويقبلنه بكل حب واحترام وتمر الأعوام وتتخرج ابنته من الجامعة وتعين معيدة وابنتاه الأخريان لديهما منح جامعية مجانية والثلاثة لم يسمحن له بالذهاب للعمل وتكفلن بالمصاريف وقد أخذته ابنته الكبرى لعمله القديم وقامت بتقديم الطعام لكافة زملائه القدامى وعندما سألها أحدهم لماذا تقدمين لنا كل هذا الطعام قالت له جميعكم جعت أسبوعا بأكمله حتى أصبح ما أنا عليه الآن فأدعو الله أن أتمكن من إطعامكم جميعا كل يوم ابتسم الأب وقال لزملائه الآن لم أعد أشعر بالفقر فكيف أكون فقيرا وأنا أمتلك بنات كهؤلاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر